لم تعد السعودية في انتظار الدعم الأمريكي في حربها باليمن بل باتت تسعى جاهدة لتخلص نفسها من أن يستغل الأمريكان تلك الحرب وتبعاتها الإنسانية لإدانتها والضغط عليها في ملفات أخرى أو الأحرى معاقبتها على تحركاتها في ملف الطاقة الهروب نحو الشرق والبحث عن وساطة روسية بينها وإيران أملها المتاح الآن أو ورقتها الرابحة وتلك خطوة أخرى تخطوها الرياض نحو موسكو أو هكذا ترى واشنطن المتخوفة من أن تفلت السلطة في المملكة من قبضتها رؤية جديدة ومختلفة للسلطة في المملكة عنوانها الشراكات الاستراتيجية والمصالح المشتركة لكن الواقع مليء بالتعقيد فالرغبة بالخلاص من التبعية تحتاج إلى إغلاق كثير من الملفات أبرزها ملف الحرب اليمنية التي علقت فيها السعودية لأنها تسعى لإحداث ترتيبات خاصة وذلك ما يجعل من تدخلها العسكري أشبه بمأزق تاريخ والحديث بأن الرياض قادرة على لملمة الأزمة وصياغة اليمن وفق معادلات وتصورات مرسومة سلفا غير ممكن في بيئة شديدة التعقيد والتدافع فاليمن بلد حي دائم الحركة كثير التناقضات